اجتمع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع كل على حدة وقد أشهد رئيس مجلس النواب الجهود المطنية التي يقدمها منتسب ورجال وزارة الداخلية البواسل على كافة الأصعدة ومن خلال مشاركتهم الإيجابية للنهوض بوتيرة الأمن وتقوية دعائمه وحماية الممتلكات العامة والخاصة لما فيه خير الوطني والمواطنين واستعرض معالي مع وزير الداخلية أبرز المستجدات الأمنية والتحديات التي تواجهها البلاد وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه للروح الوطنية العالية لرجال الداخلية البواسل خلال تأدية مهم عملهم في حفظ أمن واستقرار المملكة وعلى الصعيد ذاته أشهد الملة بالجهود المتميزة وبالالتزام الواضح الذي أبدته قواته ورجال قوة دفاع البحرين في حفظ أمن واستقرار المملكة والجهود المساندة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية مؤكدا دعم مجلس النواب الكامل لكل ما من شأنه دعم وتحديث وتطوير قدرات والجهزية قوة دفاع البحرين الفنية واللوجستية والعسكرية